في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الواحد والسبعين قام وزير الداخلية محمود توفيق بأداء صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة بالإضافة إلى عدد من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة تناولت خطة الجمعة لوزير الأوقاف تضحيات رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن مؤكدا على أهمية ما قدمه رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداء للوطن مما ساهم في حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد وتوجه وزير الأوقاف بالتحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأسرهم وجميع فئات المجتمع الذين يواصلون الجهدة والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ترجمة نانسي قنقر